الجزء الضلع الرابع فيه قد يكون المتعلم نفسه أو الطالب إزاي بيتم انتقاء الطلاب؟ إحنا عارفين فيه موقع وفيه تنسيل الجامعات الأهلية وتم مده في إقبال كبير ولكن إيه هي الشروط؟ إيه المواصفات؟ الحضرتك بترى أنها معتبرة لكي يلتحق الطالب المثالي في هذا المكان ده السؤال مهم جداً لأن ده ميزة برضو من الجامعات الأهلية يمكن مش موجود في الجامعات الحكومية اللي بتاعتمت فقط على التنسيق كلمة التنسيق يعني درقتك مصمتة كده بظبوط إنت جبت 98 هتخش كلية كذا معرفش قدرتك إيه تانية؟ معرفش طريقة تفكيرك إيه؟ الجامعات اللي إحنا موجودين فيها دي درقتك في السنوية العامة لا تمثل أكثر من 50% من فرصة التحقق هنا يعني إنت جبت 100% كويس هتاخد 20 نقطة مثلاً يا 20 نقطة من 100 أو 50 نقطة من 100 لكن هيبقى عندك ثلاث امتحانات امتحان لغة امتحان في التخصص اللي أنت رايحه رايح في القطاع الهندسي اللي إحنا قدامه هتمتحن امتحان معين في الفيزيكس والكيميستري والماثماتيكس والرياضيات رايح امتحان في القطاع الطبي اللي هو الناحية التانية هتمتحن باولوجي وكيميستري وفيزيكس دي في أساسيات العلوم دي يا فنم أساسيات العلوم آه يعني الأعصاب خلاص سنوية عم خلاص سنوية في حاجة بتقيس قدرات أو مهارات عنده تقدر تتوأم مع المناهج اللي موجودة هنا مش بس كده ده أنا بقس له كمان امتحان جايب له امتحان من انجلترا في في التفكير النقدي الله امتحان ده بيقدم للطلاب اللي داخلين لندن سكولوف ايكنوميكس من أكبر خمس جماعات في الاقتصال على المستوى العالم وشركة ماكات جبناها من انجلترا عشان تقدم هذا الطلب هيخش يعمل أكاونت ده اليومين جايين دول وهيفتح ويخش على الامتحان ونتيك تو تطلع ناخد ده مع ده مع ده مع السنوية العامة ونعمل متوسط تقوله تخش لما تخش ده حاجة عظيمة هو ده حلم نعمله ده حاجة عظيمة حلم احنا بنتمناه في كل جامعتنا ان هو ده لطريقة التقييم ليه؟ لان هل احنا كلنا انا وانت وانا هو مسؤول عندنا ثقة في طريقة تقييم الطالب في السنوية العامة؟ ممكن الطالب نفسه يكون تعرض يكون زاكي وشاطر لكن تعرض لظرف ما ادى ان هو مستوى او مجموعة تراجعة او العكس حفظ واخد دروس وجاب تسعة وتسعين ولما دخل كلية الطب سقت اه في عوامل مساعدة كتير بتقدر النتجة تكون غير وقعية فاذا احنا عايزين نقيص مهارات وقدرات الطالب الحقيقية حقيقية اللي هي بتخلينا نقدر نحكم عليه بشكل متوماز ما يبقاش بس حكمنا عليه مجرد من امتحان اللي هو السنوية العامة فده وده برضو تغيير كبير نمطي في التقييم وفي طريقة الدخول للتحكم هذه جميعا يعني حضرتك ده بيأكد الكلام اللي حالي تكرمته وذكرته ان الهدف مش ربحي انا مش بعمل جامعة عشان اخد منها مصاريف عالية وبالتالي يبقى فيه مكسب لا ده انا مصاريف قليلة وبنطقي حتى اللي هيدخل عشان يكون عنده قدر ان هو يستفيد من العلم اللي بيقدم في الجامعات الاهلية اشتركوا في القناة